جينا دي سنة 88 كان عنده 11 سنة يعني سيد يعني أنا وهو يعني مش مش تربين مع بعض كنا على طول مع بعض ساكن جنبي كنا ساعات كتير جدا في أوقات كتير بناخدها ماشي من إن إحنا في الهرم إحنا الاتنين ساكنين في الهرم كتير جدا بناخدها من نادي وخاصاتها لما كان الدنيا بتمطر وما فيش مواصلات كنا بناخدها ماشي من الأبرا لحد من روح ساعد علاقتي بيه ملهاش ملهاش حدود بصوة ساعات كتير في حاجة اسمها يعني صحوبية وزملة إنما فيه أولئي الأول في الكرة اللي بيبقى فيه صداقة وأخوة يمكن سيد الوحيد اللي في الكرة هو واتنين كمان بس الواحد عاش معهم الأخوة دي طبعا سيد اللي ما عرفوش وهو صغير كان قد كده يعني كان قصير جدا بس كان عنده حركة هي اللي جابت له الصليب التسع صليب اللي جوله دول كان عنده حركة وهو بيجري كده بيعمل بكعب الرجل وكده بيوقف أي حد هو بيكمل جريه وكان مشهور بها جدا في النشئين في الترئيس طول عمره لعيب مهاري كويس جدا يمكن اللي فرع معاه أو اللي عمله كده هو كابتن حلمي طولان بالأمانة يعني لأنه لما راح المنتخب الأولومبي سيد ما كانش عنده عضلات خالص في النشئين كان ضعيف إلى حد ما مع كابتن حلمي اتقلب شخص تاني كابتن حلمي كان مهتم بالنحية البدنية وبصراحة هو اللي أثر فينا بالإجاب أعتقد أن مفيش حد شاف سيد غير لما تنبأ له به مستوى كبير أولا لازم تعرف أن سيد شخصية سهلة وبسيطة جدا 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 بر الكاميرا سيد دمه خفيف جدا مش متجهمي الوجه خالص خالص على طول بيدحك إنسان بسيط جدا جدا حافظ للجميل لأقصى ما تتخيل كشخصية ما أعتقدش إن فيه ناس كتير في الكرة زي سيد إنما هو علي قوي 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 بالفترة اللي كان متواجد فيها مع طبعا كابتن محمود وكابتن حسن حمدي وكابتن طري سليم فترة دي ومعاشرته ليهم في لجنة الكرة خلت سيد في حتة تانية خالصت خلت فكر سيد ذات نفسه يعني يسمع كتير اللي أول كان سيد ممكن يبقى بيضحك ويهرجوا الكلام ومش عافقه بس بقى أكتر فترة أثرت فيه بالإجابة إنه بقى يسمع كتير جدا ياخد قراراته بعد التأني وتروي ما بياخدش قرار على فكرة طبعا سيد ما بياخدش قرار فجاي لا لازم يسمع القصة مرة واثنين وتلاتة ويفصرها كويس جدا وبعدين ياخد قراره ودي من الحاجات الإيجابية اللي فرعت مع سيد دلوقتي يمكن المتابع اللي سيد من هو صغير ما كانش يقول أبدا أنه يطلع مدير كورة يعني هو كان بيحب التدريب على فكرة فإنه يبقى إعلامي وبعدين يبقى مدير كورة فسيد مشي في سككك مش بتاع تخلص سبحان الله ولكنه نجح فيها تماما ودي حاجة إيجابية أن أنت لما تبقاش ماشي في سكة بتاعتك وتخشب على حاجة جديدة فتبتدي تذكرها وتبقى كويس فيها لا أعتقد أن سيد تقلق بقى من أحسن يعني أنا مش عايز أقول تاني أحسن واحد أو أول لأن أنا كابتن سابت عندي رقم واحد فسيد وكابتن سابت بالنسبة لي قوامات كبيرة في إدارة الكورة في مصر أعتقد أن ما فيش حد دلوقتي في المرحلة اللي إحنا فيها دي واصل حتى لنص إمكانيات سيد في إدارة الكورة في مصر هتقول إيه لأحمد فوزي أحمد يعني دكتور أحمد فوزي أه طبعا أخ وصديق وحبيب وواحد من الناس للواحد يعني شخصية جميلة أه طبعا تطلع بيها ما بتقابلش كتير كده لا لا ما هيدي لما الأسف المشكلة اللي هي موجودة في الوقت الحالي لما تنقش حد بالنقاء ده صحي للأسف يعني سنة 2001 كانت أبرز ليك في تاريخك وجبتي فيها جول جول علامي بعض الناس قالتك لا ده بش مقصودة البعض التاني قال لك لا ده هو لمح الجول احكي لنا قصة الجول ده إيه اللي هو كان في الترجي وكانت علامة مميزة الهدف ده جول انت عايش بيه كان بطولة أفريقيا أفريقيا كانت غيبة عننا بقى لها 14 سنة أيوة تمام فـ 82 87 صحيح كان فيه أبطال الكوز بقى 93 بتاعت أنا خدتها ثلاث بطولات أربعة أبطال الكوز كنت أنا كابتن أنا كابتن وخطيب لها في تمانينات بقى 84 85 86 مظبوط صحيح فإحنا كنا بداعنا نلعب ونرجع لأفريقيا كان فيه قرار من كان فيه أربع سنين إحنا بيهدى عن الكابت صالح واخده مظبوط صحيح فأنا كمان بقى على الحسابات الشخصية كنت راجع من الرباط صليبي المدة مش كافية خالص خالص ان انت ترجع أصلا من الرباط صليبي أنا عملت العملية واحد ستة ألفين وواحد يعني واحد ستة ألفين وواحد والمباراة دي سبعتاشر حداشر ألفين وواحد وأحمد هنا أحمد فوج ذا قال كلمة لازيزة قالك كاب سيد جاله تمانية صليبي لا أنا جالي روباط صليبي واحد بس على فكرة واحد بس بس إيه الإصابات تانية الإصابات كانت يعني أنا عملت تسعة عمليات تسعة عمليات أنا عملت تسعة عمليات قرحة روباط صليبي قرحة مرة تانية استعدال يعني تكسر الرجل أنا كسر رجلي وفي شريحة كبيرة كده تمام؟ لأن انت رجلي بايتمشي على اتجاه الإبل تمشي على.. بتحدف بتعاوز ضبط زوايا أنا روح البنزيمة ورافعينك ورافعينك وشدي يا أخي فبدأ.. وده كان كسر يسيد آه كسرت بيشيلي العبلة لا هو كان أصلا جالك كسر في الأول ولا كان جالك إه الاوحد ملا الاستعدال ده لكن هو أنت عشان كنت عضلاتك كويس قوي فكانت مسكة روبة كويس جدا فالعضلات لما بدأت تبقى أوليلة أو تضعف من قطر العمليات فالعواج ده زاد جداً زاد فهم بيكسروا بيشولوا عضلة بتاعة الأمامية بيشولوا شوية الداخلية دي سنة بيشلوها طف التلاجة شوية لا 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 بيبقى فيها تحتيها عضم عضله طبعا يقوموا كاسر العضمة وعدله ويقوم عدلها لما رحت عند الدكتور ده انت كنت عندي واحد ميكانيكي بقى هو الله ده لما رحت عند الدكتور ده ده دكتور فين ده في ألمانيا ألمانيا أصلاً انت لما تشوف الدكتور ده هو طبعاً حد يعني عالم كبير جداً بس عاجبه كبير أخوة أصلاً تقلق ان انت تشتغل معايا هو الله أول مرة رحته فليته بيكلم نفسه ماشي في التورة بيكلم نفسه بيكلم نفسه قلت يا عم أنا جاي أنا جاي المين وبعده رح واخدني جواه على قدودة بتاعته ورح موديني موررين لي مثلاً بتاع 120 حالة تمام عملها زي كده بالظبط كلهم كل حالة أبص عليها أقول دي رجلي هون بيجاي بسرهم من تحت هي رجليك بالظبط يعني بشكلها هو عمل الكلام ده كله عمل الكلام ده كله انت كدك نروح لواحي الماكين كي